خليني أقوم معك أشوف المركز الإعلامي قليني إيه؟ على موضوع القمح والأرقام لا تكذب خليني نتكلم على أرقام حقيقية زي ما قال المركز الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء اتكلموا عن 8 سنين في استراتيجيات لتقليل الفجوة بين الانتاج والاستهلاك أنا بستهلك سنويا حوالي تقريبا 20 مليون طن قمح في السنة بزرع منهم دلوقت بكلم على لحظة الآن بزرع نصهم عشان ما انتوك يعني وبستورد نصهم يعني بزرع عشرة وبستورد عشرة طب هو الوضع ده وضع كان كده من 8 سنين تعال نشوفه إيه الخصة الأول العالم قال لنا إيه؟ الناس المعنيين قالوا إيه؟ عندك منظمة الأخزاء والزراع وفيتش وعندنا ووزارة الزراع الأمريكية وعندنا كلهم قالوا مصر اتهت في رفع مستوى الاكتفاء من القمح من خلال زيانة المساحة المزروعة والجماعة بطول ستاندرد أندبورز قالوا في سياسات هدفة لزيانة توفر القمح وفيتش قالت الاكتفاء الزاتي من القمح مصر اعتمرت استراتيجية لمضاعفة مساحة الأرض المنزرعة الجماعة بطولة وزارة الزراع الأمريكية قالوا مصر بتبزي الجهد كبير في رفع كفاءة إدارة نظام دعم الخبز والغذاء يعني الناس منتبهة لما نقوم به في مجال القمح والغذاء ووصول للغذية في العيش طيب هاتك يا براهيم اللي بعدها من ساحة فضلك طيب الدولة عملت جهد كبير جدا عشان محصول القمح في موسم 2022 اللي احنا في دلوقتي اللي احنا مبارح كنا في شرق العينات من أجل حضور لحظة ومشاهدة لحظة أنا شخصيا يعني من أسعد لحظات حياتي في موسم الحصاد حصاد أي شيء نتيجة امتحان نتيجة المسابقة كتاب يصدر مقال بينشر في زراعة موالح في زراعة قمح أي نوع من الحصاد هي لحظة رائعة للنفس البشرية التي تميل دائما إلى الإنجاز في أي ظروف مبارح كنا موجودين في شرق العينات وسنفات كنا موجودين في شرق التفريعة وموجودين في توشكة عفوا وفي التلثة الجديدة مستقبل مصر شفنا إزاي يتم تحويل الصحراء الجرداء إلى جنة خضراء وأنا مبارح وأنا موجود في شرق العينات قبلها كنت موجود في مستقبل مصر وتوشكة كل المناطق الجديدة أنا دايما أعرف ومؤمن أن الزراعة في مصر هي الجسر اللي نعبر منه من حالة إلى حالة نزرع قمح بنتشتم نزرع ورد بنتشتم نزرع تين شوكي بنتشتم نزرع قط بنتشتم نزرع ظهور بنتشتم ما نزرعش خالص بنتشتم نزود الرقعة الزراعية بنتشتم فبالتالي لا تنتبه ولا تعير هؤلاء الشتامين انتباههم ده يعني أمنت بالله إن هؤلاء مجموعة من الشخصيات التي لا قيمة ولا وزن لها ولا أخلاق دول الشغالين أي حاجة حيث في مصر إير مالشاء التراب تعالوا نشوف الدولة المصرية عملت إيه خلال الثمان سنين اللي فاته في مجال وفي موضوع تعقل الانتفاق الزاتي من الأمح خليني آخر لقطة موسم 22-23 اللي هنا فيه أولا استنباط أصناف جديدة عشان تجيب انتاجية عالية ومبكرة في النطجة تستوي بسرعة ونتحمل التغيرات الملاخية ومقاوم الأمراض يبقى عندنا في بحث علمي عندنا في مراكز بخوص طبع الوزارة الزراعة بتعمل إيه؟ بتجيب أصناف تعمل كذا حاجة تندج مبكرا تتحمل التغيرات الملاخية زيارة الانتاجية بتاعتها ومقاومة الأمراض التقاوي المعتمدة زيارة 70% لموسم 23 ومستهد 100% لموسم 24 مع وجود فائد للتصدير بنوزع الأصناف على كل المناطق حسب الظروف الملاخية وطبيعة التربة لتحسين الانتاجية بنتوسع في إنشاء حقول إرشادية في المناطق الأكثر زراعة للقمح بنعلن السعر قبل الزراعة بوقت مناسب بحوالي شهرين عشان الفلاهية يعمل حسابه الوزارة بتقدم خدمات مكافحة الأهم الأمراض زي الصدق الأصفر وغيره سعر ضمان مع تحريكه بما يتناسب مع السوق ألف ثم ألف مئتين وخمسين للأرداب واللغاية ألف وخمسين الأرداب في مبادرات وطنية منها تنفيذ الحملة القومية للنهوض بمحصول أطني لآخره في توسع في المكانة الزراعية عشان نقلل الفاقد تخصيص نقاط تجميع على مستوى الجمهورية لاستلام الأمح في 2.5 مليار جنيه تمويل ميسر بفائدة 5% للقمح لعدد 114 ألف مزارع في رفع كفاءة منظومة الصوامع والتخزين ده بيقلل الفاقد بالنسبة كبيرة جدا في توجيهات بتسليم كمية من الردة للمورد وعشان يصغر المربين علشان التربية وصناعة العلف علشان ما يحولوش الأمح والرز إلى علف غيره أبراهيم عندي هنا بقى 39.5% نسبة تراجع وردات القمح بفضل الإدارة الجيدة للمنظومة الأمح في ظل الزيادة السكانية كبيرة مدفوعة بزيادة الإنتاج المحلي عندي عشان بس الناس ده بهم جدا المواطن المصري يعرف 3.2 مليون فدان إجمالي مساحة الأراضي المنزرع بالقمح عام 23 السنة دي 3.2 مليون فدان يعني 3.2 مليون ألف فدان 3.2 مليون ألف فدان مزرعين أمح بينتجوا أديه 10 مليون طن 10 مليون طن طيب تعال نشوف سريعا كده احنا عملنا ايه من 2014 لـ 2022 عندي الإنتاج المحلي بالقمح اللي بالله أخدر اللي بستورده اللي بالله أحمر وعدد السكان اللي بالله أصفر اللي هو ده هو إحنا في سنة 2014 كان عدد سكاننا 85 قول 86 عدد السكان كنا بنزرع أمح المحصول المحلي بتاعي 9.26 مليون طن 9 مليون طن وبستورد من بره 14 مليون طن أهو وعدد السكان كام 85 سنة 2000 مش عايزة أتعبكم معايا يعني خلينا أروح لآخر سنة عشان نعرف الفرق سنة 22 عدد السكان 129 عدد 103 مليون وبزرع عندي بنتج 10 مليون طن وبستورد 9.2 مليون طن سنة اللي فات أهو يعني معناها يا جماعة شايفين اللي حصل قربنا اللي أخضر زاد عن الأصفر يعني بزرع بعمل توازن أهو أهو شايفين يعني كل السنوات الماضية الأورنج ده البرتقاني قدام حضراتكم اللي بستورده من بره وده اللي بزرعه أهو أهو شايفين شايفين الأصفر ده هو هو ده العدد السكان والبرتقاني عدد اللي بستورده من بره كمية اللي بستورده من بره اخر سنة قدام حضراتكم السنة اللي فات كنت مستورد 11 مليون طن وزارع 9 عن 9 مليون طن السنة دي 10 ومستورد 9 يعني اول مرة اول مرة خلال السنوات القليل الماضية يتم زيادة نسبة المنتج المحلي عن نسبة الوارد من الخارج في محصول القمح ده يا جماعة ما جاش بالتمنيات ولا بالورق ولا بالكلام ده جيش بالجهد لو تعلمونه عظيم